أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يكشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش السوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رهى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار أدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اختمتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هباه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاج أتبكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مهارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها بلا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وازمم يدك إلى جناحك بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه تغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنكد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولي تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبهت سنين في أهل مديا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك لآياتي ولا تني في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه تضى فقولا له كولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد غوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال الكرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزباجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أقرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل صالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأظل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدبكم وضاعدناكم جانب التور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلبا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هبا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن كومك يا موسى قال هم أولاء على أثني وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خبار فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم زرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سبلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانزر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرز عنه فإنه يحمل يوم القيامة بزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عبجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأسبات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورزي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغبا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدب فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أبلم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى كل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط الصبي ومن اهتدى اشتركوا في القناة